مظاهرات متجددة في طرابلس عاصمة الشمال اللبناني هذه المرة هي مظاهرات دعم لمتظاهري المدينة قادمت من مناطق لبنانية مختلفة حتى وصلت إلى ساحة النور وسط مدينة طرابلس هذه التجمعات لم تجد طريقها سالكا دون المرور بتعزيزات أمنية مشددة فرضها الجيش اللبناني تحسبا لأي طارئ قد يحدث متظاهرون من ساحة الشهداء ببيروت خارجوا باتجاه طرابلس للتضامن مع مظاهرات المدينة التي انطلقت منذ الاثنين الماضي رفضا لقانون الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا والذي تسبب وفق المتظاهرين بمزيد من الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه المدينة والتي تعد الأفقر على حوض البحر المتوسط وأغلق الجيش اللبناني مداخل ساحة النور تزامنا مع الدعوات للاعتصام في الساحة في حين تم توقيف السيارات المشاركة بالمسيرة عند حاجز المدفون البترون من قبل الجيش لتدقيق هويات المشاركين ثم السماح لهم بالمرور لإكمال طريقهم نحو طرابلس ترجمة نانسي قنقر